أهلاً وسهلاً بكم في قناتنا اليوم سنتحدث عن أكبر تحديث من سامسونج لعام 2025 تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 هذا التحديث يحمل معه ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحسينات أمنية لا تصدق المميزات الجديدة المذهلة أولاً ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية جيميناي لايف الآن يمكنكم التحدث مع الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي تماماً يفهم ما تشاهدونه على الشاشة ويتفاعل معكم في الوقت الفعلي دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات Circle to Search المطور الآن أصبح أذكى يمكنه مساعدتكم في الألعاب عندما تحيطون أي شيء بدائرة على الشاشة سيعطيكم معلومات عن الشخصيات والاستراتيجيات بل وحتى ترجم فورية للنصوص أثناء التمرير ثانياً Now Bar و Now Brief الذكيان هذا الشريط الذكي يظهر أنشطة التطبيقات ومشغل الوسائط مباشرة على الشاشة الخارجية لجالاكسي زيت فليب ويدعم الآن تطبيقات طرف ثالث أكثر Now Brief مساعدكم اليومي الذكي يقدم لكم تحديثات شخصية تشمل حالة المرور التذكيرات المهمة وحتى نقاط النوم والطاقة من سامسونج هيلث Audio Eraser يزيل الضوضاء غير المرغوب فيها من الفيديوهات بلمسة واحدة مثل صوت الرياح أو الازدحام الأمان المتقدم سامسونج لم تنسى الأمان يأتي One UI ثمانية بنوكس انهانست انكريبتيد بروتيكشن كيب والذي يحتوي على هذه الخصائص بيئات تخزين مشفرة منفصلة لكل تطبيق حماية من التهديدات المستقبلية مع بوست كوانتوم كريبتوغرافي نوكس ماتريكس يراقب جميع أجهزتكم المتصلة هذا يعني أن بياناتكم الشخصية محمية بأقوى تقنيات التشفير المتاحة اليوم الأجهزة المؤهلة للتحديث سلسلة Galaxy S Galaxy S25 Galaxy S24 S23 S22 Galaxy S21 F A الأجهزة القابلة للطي سلسلة Galaxy Z Fold سلسلة Galaxy A Galaxy A65 A55 A45 Galaxy A46 أي 35 أي 43 وباقي أجهزة سلسلة A الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10 S9 S8 الجدول الزمني سبتمبر سلسلة S25 أكتوبر سلسلة S24 والأجهزة القابلة للطي الجديدة نوفمبر باقي الأجهزة كيفية تحديث جهازكم طريقة التحديث سهلة جدا اتبعوا هذه الخطوات الخطوة الأولى اذهبوا إلى الإعدادات Settings الخطوة الثانية اختاروا تحديث البرنامج Software Update الخطوة الثالثة اضغطوا على تنزيل وتثبيت Download and Install الخطوة الرابعة تأكدوا من اتصال واي فاي قوي وشحن البطارية فوق 50% تنبيه مهم تأكدوا من عمل نسخة احتياطية لبياناتكم قبل التحديث وهكذا وايو ثمانية يمثل نقلة حقيقية في تجربة استخدام أجهزة سامسونج بين الذكاء الاصطناعي المتطور والأمان المعزز والتخصيص الأفضل بعد كل هذا هل تعتقد أن التحديث يستحق الانتظار فعلا؟ شاركنا آراءك في التعليقات